بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعترف راقي منهم بأنه سحرة وبأنه رأى ووقع له ما يدل على وجود مس فالراقي المخرف ربيع نعيم في مقطع له أخير يتكلم عن نفسه والمشاكل التي تحدث له والمصائب التي سلطت عليه ويتكلم عن الأسحار التي وجدها في المركز ووجدها هنا وهناك متكلم عن حادثة تكلم فيما مضى عن حادثة القطة قطته التي أدخلها إلى المطبخ وأغلق المطبخ ثم وجدها بجواره ثم رجع وأغلق الباب المطبخ بقوة حيث لا تستطيع الخروج ثم وجدها بجواره وسأل في ذلك المقطع ويريد استفسار من المتابعين له والأمر واضح واضح أنه مصاب بمس أنه مصاب بمس ويرى المس والمس تشكل له في سورة قطته لأن القطة الحقيقية من المستحيل أنك تدخلها في غرفة ثم تخرج وفي مقطع جديد يقول بأنه إذا أردت النوم أسمع إلى موعظة أو أسمع إلى القرآن فوضعت سورة براءة وبدأت أسمع وأنا أسمع أشعر ببكاء أشعر ببكاء والبكاء حين سماع القرآن سببه السحر البكاء عند سماع القرآن سببه المس والسحر وبدأ يرى نور أبيض ساطع هكذا قال وهذا كله مس فإذا مخرفنا وصاحبنا الذي يتابعه الألاف والآلاف ويعالجون عنده هو في حد ذاته مريض بعظمة لسانه اعترف بأنه مصاب بسحر في كم من مقطع وأيضا من كلامه يدل على أنه مصاب بمس وقلت كم من مرة مخالطته للشياطين واستعانته بالشياطين واستخدامه للشياطين واستغاثته بالشياطين تجعله عرضة لانتقام الشياطين أمنه لماذا؟ لأنه يخالط الشياطين ويستعين ويستغب الشياطين ويتعامل مع الشياطين وهو يقول بأنني في حزن وفي تعب وفي عاناء وفي نصب وأنا عرضة لمحاربة الشياطين ولانتقام الشياطين لكن نسية أقول العلماء لأجلاء مثل قول ابن تيمية رحمه الله حيث قال الشياطين لا تنتقم من الراق الشرعي لا تستطيع أن تنتقم من الراق الشرعي ولا تستطيع أن تؤذي الراق الشرعي لماذا؟ لأنه يقاتلهم بعدل وإنما تنتقم من السحرة هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى قال الشياطين لا تنتقم من الراق الشرعي الذي يقاتلهم بعدل وإنما تنتقم من السحرة الذين يقاتلونهم بظلم فالراقي إن وجد نفسه عرضة للشياطين ومقاتلة الشياطين له وقد وجدوا له منفذا وجدوا له بابا فليعلم بأن رقيته غير شرعية فليعلم بأنه ناقص التحسنات ناقص الدروع ناقص الأذكار ناقص العبادة فليعلم بأن هناك ناقص عنده جعل للشياطين منفذا يدخلون منه إليه ما هو هذا المنفذ؟ أنهم يتسلطون عليه بالأحلام المزعجة كما كان يذكر بأنه رأى أحلام مزعجة أو تتسلط عليه بالأذى الصحي والنفسي أو تتسلط عليه حتى تصل إلى درجة أنها تتكلم على لسانه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ومخرفنا ترونه يحاور الشياطين ليلة النهار صباح المساء يستعين بهم يستخدمهم يستغيث بهم يجالسهم يمازحهم يعظمهم يبجلهم وهذا كله داخل في الاستمتاع الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ونهى عنه فصاحبنا وغيره من المعالجين في المغرب بالخصوص بل جلد رقاة المغرب مصابون بسحر ومس خذوها من عندي خذوها من عندي كل رقاة المغرب مصابون بسحر ومس وقد صرحوا بهذا بألسنتهم وبأنفسهم فإذا كان هؤلاء الرقاة المرضى مصابون بسحر ومس مع التخريفات والتحريفات ومع الاستعانة بالجن والشياطين ومع استخدامهم في العلاج في الرقية ومع فعل كل هذه الأمور التي نهى عنها العلماء الأجلاء ماذا تنتظرون من راقي مصاب بسحر ومس هل تجدون عنده العلاج هل تجدون عنده الشفاء وهو أصلا مريض وهو أصلا مصاب بسحر ومس استنجد الغريق بالغريق فلو فعلا كان معالجا شرعي يعالج نفسه قبل أن يعالج غيره يزيل السحر المتسلط عليه الذي أوصله إلى درجة أنه يرى وأنه يصاب بالبكاء أثناء سماع القرآن هذا يعالج نفسه هذا يحتاج إلى راقي هذا في حد ذاته والله وبالله وتالله يحتاج إلى راقي تقي نقي زكي طيب طهر يرقيه ويعالجه وينفعه لأنه لم يستطع أن ينفع نفسه فهل من الممكن أن ينفع غيره؟ فلذلك دائما نحذر المرضى المساكين الذين ضاعت عقولهم وضاعت نفوسهم وأمالهم عند لقات مخرفين عند لقات مصابون بسحر ومس لا يجدون عندهم نتيجة أخبرت لكم كم من مرة لا أشك بأن الشياطين الذين يحاورونهم والذين يستعينون بهم ويستغثون بهم ويجالسونهم هم الذين يتكلمون على ألسنتهم في جلسات الرقية ويرددون تلك الألفاظ التي فيها الشرك عندما ينادون يا شيطان يا شيطان يا شيطان يا شيطان يا حي يا حي يا حي يا قطة يا قطة يا قطة أو أثناء دعاؤهم للأبارسة لا أظن أن رجل مسلم تقي يخاف الله سبحانه وتعالى يدعو لإبليس يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرقية التي جاءت عن طريق الوحي إلى رقية شركية يدعو فيها إلى إبليس اللعين بالرحمة وبالمغفرة وبالجنة وبالهداية إلا إذا كان هذا الإنسان الذي يدعو إلى الإبليس بالهداية ليس هو ذلك الإنسان بل شيطان متلبس به يدعو ويفعل هذه المناكر وهذه الآثام والعياذ بالله عن طريقه دون أن يشعر أو يشعر لأن شيخ الإسلام بالتيمية رحمه الله قال الشيطان تسرع أولياءه أولياءه من الإنس الشيطان إذا نفع وليه من الإنس في شيء يعذبه حياته كاملة هكذا قال شيخ الإسلام بالتيمية رحمه الله إن نفعه في شيء يضره في أشياء وأشياء وأشياء فلذلك الشرع الكريم والشرع الحكيم نهى عن التعاون مع الشياطين لا تجد فيهم الخير ولا تجد معهم الخير فهذا الذي أصبح يرى الضوء وهذا يدل على أنه دخل في عالم الجن ودخل في عالم الشياطين حتى أصبح يرى فأين أولئك الشياطين الذين دخلوا إلى الإسلام ناديهم لعلهم يساعدونك لعلهم يعينونك لعلهم يعالجونك لأنك تستخدمهم في علاج المرضى فحاول أن تستخدمهم في علاجك حاول أن تستخدمهم في إزالة سحرك وهذه استعانة وأنت تستعين بهم لعلاج المرضى فلماذا لا تستعين بهم في علاجك من السحر ومن العين ومن الحسد أم أنه حلال عليكم حرام عليهم فإذا كنت فعلا ترى بالجن المسلم أنه يساعد وأنه يعين من باب الأمر بالمعروف النهاء المكره فتعامل معه لكي يعالجك وما أره إلا أنه يزيد لك تسلطا وتحكما والأيام بيننا وسنرى أحوال هؤلاء الرقاط الرقاط الخرافة والدجل إذا لم يصلوا إلى مرحلة الجنون والعياذ بالله لماذا؟ لأن الشرع نهاهم عن التعامل مع الشيطين وهم جعلوا الشرع وجعلوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل الصحابة وأقوال الصحابة خلف ظهورهم فأكيد يجدون أمامهم إلا الشر ويجدون أمامهم إلا الشيطان الذي كانوا يحاورونه ويجادلونه ويستغثون به ويستعنون به ويستخدمونه في علاج المرضى مع أن كل هذا النقاط تكلم عنها العلماء الأجلاء السلب الصالح القدامى والمعاصرين وقد ذكرتهم جميعا على قناتي في اليوتيوب الراقي أبو عائشة الجزائري نهوا عن كل هذه الأمور وقالوا بأنها ضرب من ضروب الكهنة وضرب من ضروب الدجل لكن هؤلاء الرقاط بسبب أنهم مصابون بالسحر ومصابون بالمس متعنتون معاكسون للعلماء منقصون من شأنهم منفرون للناس منهم وهذا العمل في حد ذاته عمل شيطاني فهؤلاء الرقاط كم من مرة قلت لكم وأقول لكم بأنهم مصابون بالسحر ومصابون بمس لا ينفعونكم بل يضرونكم لماذا؟ لأن الشياطين تتسلط عليهم تسلطا كبيرا تتسلط عليهم تسلطا عميقا حتى أنهم يتكلمون على ألسنتهم والعياذ بالله فالحذر الحذر بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا